الجيرة الحسنة سر دفع الشوارع والبيوت لما الناس تصحى الصبح وتنزل شغلها وتسلم على بعضها وعلى جرانها وعم ابو محمد اللي موجود في دكانه أو عم اسماعيل اللي موجود في الكشك على نصة الحارة كل ده لما الست في البيت تعمل أكلة حلوة وتبقى نفسها تدوق جرتها منها ويبقى فيه فلسفة الطبق الدوار اللي بتطبق فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تهاد وتحابه فحسن الجوار ده مش حاجة زيادة ممكن نستغنى عنها مش طرف مش رفاهية لا ده حسن الجوار ده علامة من علامة ايه نضوج المجتمعات كل مجتمع ناضج بيكون بيهتم بحسن الجوار كل مجتمع منور عارف يعني ايه ايمان بيهتم بحسن الجوار وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاري يعني ايه اكتر حاجة اكتر مرئاة بيظهر فيها نور الايمان هو الجوار ولزيك لما بقينا مش بنهتم بالجيرة زي زمان قال للصمود في المجتمع انا زي ما بنتكلم عن الصمود النفسي اللي هو الريزينيانس كمان لازم نتكلم عن الصمود المجتمعي ايه الصمود المجتمعي ان الجيرة كانت بتخلي المجتمع متماسك تخلي الراجل حتى في بعض الاحيين لو حصل اي حاجة هو مش خايف على اولاده في بيته فحاسس ان البيت في امان فيروح الشغل ويعمل بكل جد وكل اجتهاد لانه مش خايف على البيت وكان عندنا ايه اللي حاصل زواهر المحتاجين ننبه عليها دلوقتي زي ظاهرة ان الناس ما تعرفش جيرانه الناس زمان كانوا يعرفوا جيرانه وبيعيشوا معاهم اكتر ما بيعيشوا مع قريبه لكن دلوقتي بقى وليه الاول لما تلاقي واحد عارف جيرانه كانوا زمان عارفين بعضهم لكن الفردانية والاستيضام غير الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي خلت كل واحد بقى مش في حاله بقى منعزل فيه فرق ما بين ان هو يبقى في حاله وانه هو الناس مفروض تبقى في حالها ما حدش يبص على حياة غيره لكن انه هو مش بس يبقى في حاله انه يبقى منعزل هو ده الخطر هو ده اللي ممكن يولدنا الهشاشة الهشاشة المجتمعية وعشان كده تظهر هنا الهشاشة المجتمعية لما نلاقي بعض الناس مش عايزة تتعرف على جيرانها وتبالغ في الحفاظ على خصوصيتها فما تبقاش خصوصية بقى تبقى نوع من انواع انا اسف الرفض نوع من انواع المواقف السلبية فما تبقاش حفاظ على الخصوصية قد ما بتكون حالة من حالات الرفض الجيرة عشان ايه اللي حاصل عشان تتقي اي ازة ممكن يحصل لها او اي اعباء اضافية ايو 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 انا بتكلم عننا او تتكلم بقت الجيرة عندنا اعباء كل العلاقات عندنا بقت اعباء ومن ضمن الاعباء اعباء الخوف من العين والحسد في بعض المجتمعات او اعباء ان يجي حد يطلب منك خدمات وانت مش ناقص ما ان الله سبحانه وتعالى طمنا وقال لنا فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين يبقى انت لازم تبقى فاهم ده يعني ايه فالله خير حافظا اني وهو ارحم الراحمين ان الله سبحانه وتعالى يتولى حفظك وما حدش هيقدر يضرك بشيء الا بشيء قد كتب الله قد كتبه الله لك وانت عارف ان ربنا كتب على نفسه الرحمة فانت خايف ان ايه وعشان كده الجيرة دي ممكن تكون اضافة جميلة في حياتك وتكون كمان حاجة بتعشها وتبقى الجيرة اخوة لان الاخوة اخوات في اخوة الاسلام وفي اخوة الجيرة كمان فالجيرة اخوة لذلك اثر قلة الجيرة الطيبة زود في الناس الاحساس بالوحش والوحدة فاستطلع رأي مثلا عملته مؤسس الجلب لقياس الرأي العام ولفت النظر ان واحد من كل اربع بالغين في جميع انحاء العالم عبره عن شعورهم بالوحدة الشديدة وان معدلات الشعور بالوحدة الشديدة كانت اعلى بين الشباب مش بين كبار السن وان زيك فيه ظاهرة تانية كمان ما ظاهرة الشاشة وظاهرة الاحساس بالوحشة هي ظاهرة عدم المبالاة وعدم المراعاة يعني ايه عدم المبالاة محدش مهتم محدش بيبالي بالتاني ولا يراعي الاخرين واحيانا تظهر عدم المبالاة لما يكون الواحد عنده جار محتاج او تعبان